دلوقتي هنروح مع حضراتكم لخبر الحقيقة مفرح جالنا كده وإحنا على الهوى أنه نجوم منتخبنا الوطن لكرة اليد فازوا على منتخب تونس في نصف نهائي كاس أمم أفريقيا 2022 الموجودة حاليا على أرض جمهورية مصر العربية صعدوا بشكل رسمي لنهائي أمم أفريقيا لكرة اليد فازوا بنتيجة 29 مقابل 27 في المباراة اللي جمعت المنتخبين بصلاة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر البطولة بتقام في مصر من 11 ل 18 يوليو الجاري كده المصريين فيه النهائي وإن شاء الله يعني أمام كامبرد يعتقد وإن شاء الله نتمنى كل الفوز لمنتخبنا الوطني في كرة اليد والحقيقة هم دايما بيساعدون الحقيقة كل النجوم المنتخب الوطني بكرة اليد يعني أداء بيكون قوي وأعتقد أنهم كانوا متسيدين المباراة اليوم أمام المنتخب التونسي بنبرك لهم ويعني بندعو الناس كمان على مواقع التواصل الاجتماعي لها تحتفل بيهم لأنه تفاعلنا كجمهور بيفرق كتير جدا جدا مع اللعيبة وبيحسوا بتشجية وبيحسوا أنه عملوا حاجة وده بيفرق معهم جدا وده بنسمعوا دايما من كل اللعيبة بعد ما تنتهي البطولة وإن شاء الله هدهي البطولة تكون مصرية قبر مفرح